اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا متاع عالم الشخير عالم لوحده sleep disorders وانا في رأيي ان الشخير اشبه ما يكون هو حالة مرضية مهمة جدا لوحده حالة مرضية respectable محترمة جدا لوحده ده دلوقتي branch من برانشات الطب لكن انا في رأيي انه نقوص خطر مهم جدا في زمن الكورونا تحديدا ليه؟ لان الكورونا باللغة العلمية البسيطة اوضحت الكثير جدا من المشكلات بشكل ضخم للغاية فالناس اللي عندها شخير عندها مشكلة في مكان الهوى لما جات الكورونا بحالتها الالتهابية في وجود المشكلة الامر خطرته تتضعف ولذلك امراض المرتبطة بالشخير نعم هناك امراض كثيرة مرتبطة بالشخير تعالوا نهاردة نقرب من الشخير ونفهمه بالتفصيل اكتر واكتر ونفهم كلام جديد النهاردة مع ضيف العزيز الذي يبدع دائما في حواره ويمتعنا بهذا الحوار الأستاذ دكتور هشام إبراهيم استشاري الأنف والأذن والحنجرة صاحب دكتوراه الألاج بالليزر والاستشاري من كلية طب جامعة القاهرة زمالة الجامعية العالمية للشخير وامراض النوم وصاحب زمالة الجامعية الأوروبية والأستاذ زائر بمستشفى رويل كير العالمي بالخرطوم أهلا بيك دكتور هشامي غالي وعزيز في هذه العصابة أولا أشكر حياتك على المقدمة الهيلة اللي حياتك قلتها شكرا وأهمية الشخير وأهمية الشخير وعلاقته بالكورونا وعلاقته بالمرض وعلاقته بالدنيا اللي احنا فيها بدء ذي بدء كده الشخير مرض شئنا أم أبينا الشخير مرض خطير جدا شئنا أم أبينا كتير جدا من الناس على مدار سنوات عديدة كالفاكرة الشخير هو عبارة عن صوت بيطلع وكلنا بنشخر وعدي الموضوع عادي النهارده أبداً النهارده كل يوم بيعدي كل ثانية بتعدي كل ديها بتعدي بتوضح لنا أهمية الشخير وارتباطه الوثيق بحياتنا بالأمراض اللي حوالينا بالتخصصات اللي حوالينا بالناس اللي حوالينا بالمجتمع اللي حوالينا بدنيتنا شخير أصبح مرض العصر ومرض خطير شئنا أم أبينا الشخير طبعاً والكورونا دي يعني النهاردة فعلا كتير يعني يوميا مش اقول يعني حالات كتير جدا بتجيلي شكا هي كورونا وعندها شخير ايه العلاقة بينه من النهاردة الكورونا التهاب زي ما حياتك عايز عارف فيروس بيدخل بيعمل مشاكل في الجهاز التنفسي بداية من الانف للحلق للرئة للقاصبة الهوائية وما اكثر من ذلك طبعا طبعا الجزئية دي كلها جزئية الشخير من اول الانف للحلق لغاية الحنجرة فالاثنين مرتبطين ببعض عائل النهاردة الكورونا او عائل الشخير بيجي بيجيولي الاثنين ومش عارف انا عندي كورونا ولا الشخير ده جديد ولا الشخير ده زاد ولا ابتدى التوقف نفس بسبب الكورونا حقيقة موضوع بقى مهم جدا والفصل فيه بقى محتاج يعني عين فحصة دقيقة تقدر تفسر وتقدر تفصل ما بين هل ده شخير ولا كورونا ولا الاثنين ولا ده الجيل اول ولا ده الجيل اول ليه المريض الشخير بيتأخر في العلاج مريض الشخير الحقيقة بيتأخر في العلاج اولا يعني دكتور ايمن والميديا بتاع دكتور ايمن الموضوع ده النهاردة اصبح قريب جدا النهاردة مريض الشخير ما بقاش يتأخر في العلاج زي زمان ليه ما كانش عنده اي خبرة ما كانش عنده اي رؤية ما كانش عنده اي معلومات النهاردة الثقافة الطبية اللي البرنامج بتاع حياتك بيقدمها الحقيقة على أعلى مستوى خلت مريض الشخير النهاردة يجري ويجي ويقول أنا مريض الشخير كان زمان مريض الشخير بيجيلي وكلمة الشخير نفسها أنا مش عايزة أقولك أنا يعني إيامة الترياء على تخصصي من عشر سنين أنت شخير ها ها أنت شخير مش عارف إيه وحقيق مش دي كتفة لها الترياء أو أكيد لأ طبعا المرضى لأن كلمة الشخير في حد ذاتها كانت تلمع عيب لأ كان من عشرين سنة كان ممكن تلاقي مريض أو حد وهو مثلا مش في الطب يقول لك هو كمان الشخير هيعملوله عيادة بالزبط كده أو عيادة أمراض النوم دي ما كان بتتحطى على يفطأ يعني كانت الناس تستغرب هو أمراض النوم هو في أمراض في النوم مع أنهم اللوع بينام بالزبط كانت الزوجة تيجي تقولي بيطلع صوت أو لأ يعني بيشخر تبص في الأرض وكذا نهاردة لأ النهاردة بتيجي هي مسجلة لجوزها وهو مسجلة وبيجي هما الاتنين بيتكلموا بكل أريحية في فيلم اسمه محامي خولع هو اللي علم الناس الحركة دي بالزبط كده الأستاذ هاني رمز الله بسيب الخير فإنه جميل ده هو اللي علمه الحركة الحلوة فالنهاردة تسجل نفسه واناين أيوه ففعلا النهاردة مريض الشخير بقى يتأخر بس بيتأخر ليه بقى بقى تأخر عشان خايف يجي يعمل عملية أو يتقلوا عملية بقى يتأخر عشان مثلا المسافة بعيدة مش لقي متخصص جنبه يروح له النهاردة الناس اللي بتكلمني من كل حتة في العالم في الدول العربية الدنيا كلها بتستشير وبتقول لي بعد المسافة عاملين عائق نروح لي مين حوالينا فهي دي من أكتر المشاكل اللي بتقابل مريض الشخير إنه هو يتأخر في العلاج إنما لو عليهم يتعالجوا من بكرة في دي كتير من المرضى الشخير مش حاسين أنهم مرضى يعني هم ما بيعتبرش نفسه مريضه وجعل رجليه وما بيكوحش دم مثلا لقدر الله ما عندوش كشرة نفس عنيفة ما عندوش ألم في حتة الفكرة بتاعتنا عن المرض دايما هي إنه يكون في عرض فظيع رجلك ورمة يبان طيب لكن ده مريض وممكن يكون مرضه خطير كمان لكن أنا بحب أسمحهم لي بقى لأن تجربتهم لها تركات كده سيارة هم بيقولوا عليها يمكن مش موجودة في الكتب وممكن ما نخطرش ببلنا إن إحنا نهتم بيه مش تقصير منا لإن إحنا بنبص دايما للحاجات الكبيرة بنخاف من الميجور بروبلم الميجور بروبلم نميش في دماغ العيانين طيب إيه اللي في دماغكم تعالوا نسمع مع بعض السلام عليكم أنا ياسم محمود عبد المعد من حفظ الأكثر كنت عاني من الشخير من يزيد أكتر من 18 سنة مع ارتفاع في نسبة الضغط وارتجاع في المريء وانتفاق في المعدة مع قرق النوم والمشكلة دي كنت عاني فيها فترة كبيرة وأنا نعم أثناء الليل كان يحصل لي قرق النوم وما فيش تعدى علي ربع ساعة ولازم أسحى من نوم أسحى وساعات بارتفاع الضغط وضوخة ودوار شديد خالص كأني مليمتش خالص وحتى المدام عندي حصل موقف في يوم كان الحمد لله ربنا نعم علي أني ما شخرش بتاع فخافت علي فكرة إن أنا مغمي علي أنا الشخير بصراحة كان مسبب لي بارتفاع في الضغط كنت روحت لأكتر من دكتور أو عدم هو جلب يقول لي مفيش أي حاجة دي عراض نفس الجسمية مفيش منها صحف العضوية دي عراض نفسية من دخلك أنت ومع ذلك بارضي نفس العراض كدت تجيني تاني اتفاق في المعدة وغازاته وتجيع في المريء روحك الشبط جهاز هضمي وقال لي بارضي مفيش أي حاجة عندك خالص بارضي لجيت نفس العراض رجعت لي تاني جال لي الحل في أنك تشيل تعدل الحجز الأنفي عندك لأنه هو السبب الأساسي المسبب للمشاكل دي أجمل مكان روحته في مصر على فكرة استمتعت جدا لقصر لقصر دي حتة يعني فيها بركة كده جميلة وفيها حاجة أطاقة جبية والأهل اللقصر دول ناس جمال جدا لقصر وأسوان لكن الراجل ده بذكر قوي يعني ما شاء الله دايما الصعيدة بيذكروا الحاجة فقال كلام يعني أكاديمي جدا تتكلم عن ضغط دمه بس تتكلم عن حتة جديدة جهاز الهضمي بتاعه وتأثيراته بسبب التهاب سقف الحل طبعا العيان يا دكتور أيمن بيبقى حافظ نفسه حافظ نفسه حافظ إيه اللي بشتيك بيه يعني لما بساعات بسمع العيان أنا بحس إن أنا يعني مسك الكتاب وكل السمتوم زي ما كنا زي ما بيقولوا كده إحنا كنا بنحفظها وبنعرفها هو بيسمعها لي واحدة واحدة وبالإيه؟ بالبرايروت يستعيد بدرجة الأهمية أنا ضغط الدم يعني هو ركز على ضغط الدم جدا جدا لأن ده كان أكتر حاجة مسببه له مشكلة وقد نركز على الجهاز الهضمي سواء كان الغزاية سواء كان الارتجاع المريء فهو العيان حافظ حالته كويس جدا لكن الحيال يعني كده بالذات العيان دون مشكلة القلب ومشكلة ضغط الدم عنده كانت مشكلة كبيرة كانت مقرقاة ودلوقتي يعني أنا بشكر دكاترت جراحين القلب بالذات لأن هم ابتدوا ياخدوا بالهم جدا من تأثير الشخير والخنقة والسليب أبنية على موضوع القلب كان الموضوع الزمان مش عايزة أقول داية في بعض أو ما كانش فيه تخصص شيخير فكاتل العملية بالنسبة له هنودي العيان فين؟ العيان مخنوق من فوق فالنهار دا الحقيقة ابتدت جراحين القلب يبعثوا لي الحالات بالاسم زي ما بيقولوا ليه؟ لأن هو جراح القلب لما بيعمل عملية قلب مفتوح ويرجع ضغط ويرجع القلب أو يرجع الدم للقلب مرة تانية ويرجع القلب لحالته الطبيعية طب أنا هسأل سؤال مهم جدا هو أهمية الأكسوجين إيه؟ كلنا عارفين الأكسوجين آه مهم جدا بيدخل وبنتنفس وهو اللي بيروح كل حت لكن الناس كتير ما تعرفش أن الدم اللي ماشي في جسمنا دا إن ما كانش يتميله أكسوجين زي يعني أه سنة ربعة بتلاقي بيدرسوا السيركولاتري سيستم دم الحمراء تحمل الأكسوجين دم الأحمر والأزرق والأزرق فالقصة كلها في الأكسوجين كله أحمر على فكرة بالظبط كيف؟ بالظبط كيف؟ يعني الوريد يعني عشان يفرقوا يعني بالظبط فهي قصة كلها في الأكسوجين هادش بيتعور بيدخل بالظبط كيف؟ فهو الأكسوجين بيدخل يخلي نتكلم بقى بسنة ربعة بتدقي يخلي الدم الأزرق أحمر فالأكسوجين دا اللي بيخش هو اللي بيخلي الدم أحمر يخليه دم دم بقى اللي هو زي ما يقولوا اللي هو الأكسوجين يدخل في كل حتة في الجسم فأهمية جراحة القلب المفتوح بتعتمد أساسا على الأكسوجين اللي احنا بندخله له بفضل ربنا فدي نقطة مهمة في منتقى الأهمية كان عبدنا بدرس علوم زمان يعني تريد ما كنتش تخريم معايا مرة ولا طالب فاكرها لغاية دلوقتي سبحان الله انه أنا قلت الكلا قبل جهاز الهضمي فدايق أوي وانا بتكلم على الكلا قبل جهاز الهضمي يكون نفسنا ستة ابتدائية ولا فقد مش ابتدائية فهو فاكر ان يعني قال لي تعبير ساعتها يدل على انه ما كانش يمدرس علوم يعني كانوا زمان بعمل ساعات يجيوا مدرس علوم لغاية لما يجيوا مدرس علوم لكن هرجع اقول تاني انه الناس بدأت تفهم قيمة وخطورة الشخير واعتقد ان احنا بسبب هذا الفيديو اللي انا اكتر برنامج في العالم وفي وجودك طبعا نزلنا هذا الفيديو اللي هو فيديو لسليب ابنية توقف النفس اثناء النوم هو ده اعتقد انه خلى زملائنا في البرانشات التانية بدأوا ياخدوا بالهم من هذا الموضوع والفيديو ده كمان احلى لانه ده بيورينا مع السمنة فبتوع جراحين السمنة بدأوا ياخدوا بالهم من الموضوع يعني كمان فكله بدأ يقب باله قد ايش يخير بيضر الانسجة هو عايز يعمل عمليته في السمنة ولا يعمل عمليته في القلب والانسجة بتاعة الجسم جيدة تتوصيل للأكسجين فلازم يجيلك الاول عشان تضمنه انه لم يدرب غرزة ويعمل غرزة هلتائم الجرح ما يحصلش اي مشاكل غير مفصرة ويكون سمابة فعلا ان الانسجة مش وصل لها اكسجين بتنورنا وبتشرفنا وهنسيب المشاهدين مع اخونا الجميل من الاكسر والحبيبة بلد الخير والامان ضيف العزيزة القمة العالمية الكبيرة الاسود دكتور هشم براهيم استشاري انفو الازن وحنجرة ودكتوراه واستشاري علاج بالليزر من كل طب جامعة القاهرة زمالية الجمعية العالمية للشخير وامراض النوم وجمعية الاوروبية والاستاذ الزائر من المستشفى روية الكرق العالمي اللي بالخرطوب نورت وشرفت دايما دكتور الشرفين يا دكتور عين هنسيبكم مع مريض الشخير الجميل اللي بيحكي بثقافة عالية ودي ثقافة مطلوبة في كل الامراض لك تكون عارف لانك لما هتكون عارف هتعرف تتحرك امتى واتحرك ازاي واتحرك عشان تنقذ نفسك بشكل كامل لانك انت الاساس في التحرك محدش يجي لك ويقولك انزل غصبا عنك انت اللي بتتحرك عشان تعالج نفسك خليكو دايما مع الدكتور والحمد لله رب العالمين انا جاي في خلال 10 ايام اللي انا جاعد فيه من بعد العملية في البيت ومراكب الدعمة حسيت بني حتى برشاوم الدغط اللي انا باخده ببعد عنه يوم بعد يوم بخف منه تدريجيا وانا جاي برضي في المواصلة في القطر من المحافظة اللوكسور من السعيد حسي اني مفيش انتبخات ولا غازات حسي انتجو الجسم معي والدنيا والجهاز به هاتم طبيعي جدنا 100% مفيش اي مشاكل وحسيت برضي ما بعد ما فكت الدعمة احسن من الاول وانا اللوكسورجين مالا صدري اكتر من نسبة كبيرة زاد عن 8% اكتر من الاول من نسبة كبيرة خالص انا كنت منهت انا وماشي انا وبتكلم في التلفون حسي بنهجان وتعب فزيع لدرجة اهلي بيتي انا وكت جاعد في مرة ربنا اناعم علي وما كانتش في اليوم ده مفيش خير فالما دام جلجت علي تخدت علي فكرة ان انا نغم علي ولا حاجة فصحيتني جالتلي بتشوفني ان انا نغم علي ولا تمام فالحمد الله رب العالمين وارجو من كل شاب او شابة بيعاني من نفس الاعراض اللي انا قلتها وبيعاني من عواج في حاجز الانفي ونقص في الانكسورجين ومتلازمة نوم وقرق النوم اني ما يسكتش على نفسه يحاول ويسأل ويدور ويكشف عشان خاطر يعمل العملية دي لاني بصراحة ما بعد العملية شيء جديد خالص خالص احسن من الاول فحرام ان الواحد دايع عمره في نقص في الانكسورجين وتعب وقرق نوم وارهاق مع انه الحل في يده ويقدر يخلصه ويخرج منه بسلام ان شاء الله